اهلا بحضراتكم بعد الفاصل النهاردة عندنا نجم عزيز علينا كلنا ونجم كبير قوي هو رمز من رموز الكرة في مصر وفي إفريقيا وهو واحد من أساطير لما بقول أسطورة هو فعلا من أساطير الساحرة المستديرة نجمنا موهوب وهداف وصانع ألعاب وصاحب بطولات وإنجازات كمان نجمنا قد نادي لإسماعيلي لفوز بطولة الأندية الإفريقية يوم 9 يناير عام 1970 أنا كنت موجود في المباراة دي من حظي إن أنا كنت موجود في المباراة دي وجمهور اللي حصل في هذه المباراة ده كان بداية إرجوع الكرة المصرية مرة تانية على الساحة الإفريقية والساحة العالمية وكان هدف البطولة وأنهى البطولة دي بتمن أهداف عارفين بتمن أهداف يعني إيه؟ نجمنا اشترك مع المنتخب المصري في بطولة الأمة أفريقية في السودان سنة 1970 دي كانت بالخرطوم وأحرز ثلاث أهداف وشارك في بطولة أمة أفريقية أربعة وسبعين وأنا الحمد لله وفضل من ربنا كنت موجود معاهم ولعبت المباراة دي وسجلت في البطولة دي وأحرز أربع أهداف من أربع مباراة شوفوا قدقين نجمي لما بيكون بيأسر ونجمي محبوب من كل الأندية المصرية والجمهين المصرية والعربية والإفريقية أنا شو بقولي كلام ده مجاملة لا لما تعرفه نجمينا مين كون لكوا هتضربونه تعظيم سلام ولما الاتحاد الإفريقي اختار أفضل خمسين لاعب في تاريخه بمناسبة اليوبيل الزهبي في الكرة يعني أو في إنشاؤه كلام ده عام الحفلة سنة 2006-2007 كان نجمينا ضمن نجوم اللي اختارهم الاتحاد الإفريقي أو مجلة الفرنس فوتبول الفرنسية الشهيرة في الوقت الحائل اللي كان في الوقت بتاعها يعني اختارت تاني أحسن لاعب إفريقي بعد المالي سيلفا كيتا المحترف كان في صفوف سان تتيان الفرنسي ده الكلام ده سنة كان 1970-1971 واختارته مجلة جون أفريقا الفرنسية برضه أحسن لاعب في القرة في نفس السنة وعملت له حفلة كبيرة جدا تقلت فيها الجائزة والحفلة دي كانت موجودة فين؟ في فرنسا انت نجمينا نجم عظيم قوي نجمينا تولد في 29 نوفمبر في الإسماعيلية ولعب الكرة في الشارع زي ما كل اللعيبة بس مش بالكرة الشراب لا دي كرة كوتش صغيرة قوي وأثناء إحدى المباريات بالميدان عرابي المشهور في الإسماعيلية ضموا المرحوم علي عمر لصفوف النادي الإسماعيلي وكان سنه 17 سنة أو 18 سنة كلام دا كان في عام 65 انضم لصفوف الفريق الأول ولعب مع أمين عظماء عظماء الكرة في مصر ونادي الإسماعيلي كان الكابتر الرضا وشيحتة والعربي ويعني مش عاوز زنسة ناس وكتير من النجوم حصل نجمينا مع الإسماعيلي في بطولة الدول العام ولعب مع الدرويش 80 مباراة وأحرز خلما سرته التهدفية 90 هدف وفي يوم 16 أغسطس سنة 79 أقيمت مباراة اعتزال نجمينا باستاد مختار التتش في مباراة كانت بين الإسماعيلي والأهلي نجمينا اليوم مفيش حد في مصر ما بيعشقوش سميها بأسامة كبيرة من النقاد الهر نجمينا فاكهة الكرة المصرية نجمينا الفنان الموهوب نجمي الكرة المصرية ونجمي نادي الإسماعيلي الكابتن على بوجريشة تعالوا مع بعض نستقبل نجمينا الكابتن على بوجريشة لأن عندنا محطات كتيرة جدا هنتكلم معاها هو طلع في برامج كتيرة إنما برنامجنا هنا مع المجري هتسمعوا حاجات لأول مرة هتشوفوها وهتسمعوها ترجمة نانسي قنقر